كما بعث الأمين العام لحزب التجمع الجمهوري حاتم محمود حطاب التهنئة إلى الحزب الشيوعي العراقي بمناسبة ذكرى تأسيسه السادسة والثمانين وجاء في نصها يسعدني باسمي ونيابة عن أخواني في الأمن العامة وقواعد حزب التجمع الجمهوري أن أتقدم لشخصكم الكريم ومن خلالكم لكافة قيادات وقواعد الحزب الشيوعي العراقي لمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لتأسيس حزبكم المناظل وبهذه المناسبة العزيزة نؤكد على ضرورة الاستمرار في نهج التصدي للمحاصصة المقيتة ومناهج الطائفية السياسية والعمل على ترسيخ الأهداف النبيلة لانتفاضة تشرين المباركة ومواصلة دعم نضال الجماهير المطالبة بحقها المشروع في قامة دولة مدنية ديمقراطية دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية ووضع حد للفساد والاستهانة بمقدرات شعبنا العظيم وفاء لأرواح الشهداء الأبطال الذين سطروا أروع ملاحم البطولة وهم يبحثون عن وطن مهاب وحقوق مسلوبة تحية لكم في هذه الذكرى العطرة وإلى بزيد من التقدم